بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومن شاء الله أخواتيات سنحضرون طبوت صغير من عمار يعني تيش طلحة بارد كيس لحكم مفتور في رمضان شاء الله ولوحدة الأخوات الزرفة على فرحة مفتشة المباركة دي شايفر قدمنا أخواتي هذه المصفات لإعجابكم إذا أشبهتكم حالي مديروا لك الفيديو اشتركوا في القناة وشتركوا في الوصفات ناليكم برجاء متيحة بالنسبة للطبوت الزرفة نحتاج على قناة كثيرة قبض في النبي برجاء 3 مزورة مقطعها كمقاق يمكن تعوضها كبيرا ولا وكذا أخواته يمكنكم ان تعوضوه بهذا مسل الخص حبطها عماطيخ مقطعها كمقاطعها كمزولة لازلئة مقطعها مقاعدة صغيرة فصلاه صغيرة واشتورة ضمتوسط ناليكم الزيت أخضر ويمناوز ناليكم الزهجة اختياري علبة الطورة المعلابة والمييس هنا طون مصفى من الزيت معلقة كبيرة جبن التهن التي يمكنكم تعودها بمايونيس وطبيعة الحال بشغل السيزونية نحتاج بعض البزار وزيت الزيتون أنا كنت لاحظة أن تستعمل المكونات لأن هذه المكونات تكون لدي مرحة لنضيف زيت الزيتون وزيت الزيتون وهذه المكونات التي دعنا لنا نضيف زيت الزيتون بالنسبة للطريقة جدا سوف نأخذ جميع المكونات التي لدينا كيف لا تلاحظون سوف نضيف كذلك مييس أو الزيتون المعلبة نضيف الطماطم يعني هذه الحشوة هذه الحشوة تتجيل هذه الحشوة تتجيل أنا خصوصا في الصيف لأنها تتجيل عيشة يعني أحسن أن هذه الحشوة كسخان أنا أخذ مراكا ومراكا وضيف المصال لدينا بالنسبة ل هذه الحشوة لأنها تتجيل عيشة لأنها تتجيل عيشة لأنها تتجيل عيشة لذلك من المقومة من المقومة والمحل لأنها تتجيل عيشة لا تتجيل عيشة ونحن بره لأنها تتجيل عيشة أعطينا قليلا عن طريقة أخفيفة سوف نضيفها بشوية البزار و الفلفل الأسود لتعزيز الجيتون أخذت فقط في المرحلة أن الجبن مالح و جميع الموكونات كيف تلاحظون أخر ما سنتظيف هو الجبن المنسبة نضيفها كما نعمر بطبوط سوف ننقل في الفوم بطبوط نحاول نخلط المكونات مع بعض مزيان سوف ندرع على بركتي الله نعمره بطبوط نطبيع الحركة كما تلاحظوا مع اخواتي من بعد ما خلطنا جميع المكونات مع بعض نحاول اننا نعمره بطبوط نوضع قليل الجبن من الفق سوف نزلوا يعني كيتقدم بارد كصندويتشات كتجرائعة جدا وفيما قمنا هذه الحشواتي كتجيموني نعمره وفي نفس الوقت لديها كثيرا ونطلقوا كتش في الطبق المهان نعمره بطبوط أخواتي كيتم اكتلاحظة مع اياه من بعد ما عمرناه فتنزينوا واحد سيناه كيتسوق من الفق طبيعي الحركة بقى اختياري من نسبة لهذه الحشواتي كلكم تلقفوا اضفوا لانتي برحال ومعقص غيرتها وكذلك مضيفوا الخيار مخدر إلا كانت توفر عدنا في البيت ولكورنيشو ويجيجي رائع جدا فهذه الحشواتي كما قلت كانت يومون عيشة باردة يعني في عدد كاسخة الحل ويتوقفوا رمضان محلقا في طريقهم يعني أعيشي باردين وغزالين وعادوا وطنة حكم تجربهم إلا أعجبتكم أخواتي الحلقة داروا ليك في الفيديو اشتركوا في القناة وصفت بجاجة الوصائقات حلقة القبيرة بحول الله شكرا شكرا